فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فهذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح صريح في النهي عن المشابهة في هذا ودليل على الحذر من جنس أعمالهم حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس نعم وهذا محل الشاهد من الحديث للكتاب لأن الكتاب في موضوع التشبه بالكفار وهذا فيه تشبه باليهود والنصارى في غلوهم في قبور معظميهم وهذا أخطر أنواع التشبه لأنه وسيلة إلى الشرك فنحن لا نتشبه بهم في أعمالهم في هذا وفي غيره في أعمال العبادة في أعمال العبادة في هذا وفي غيره لأن أعمالهم لا تؤمن أن يدخلها التحريف والتغيير والتبديل ولأن أعمالهم دينهم نسخ بدين الإسلام فنحن على دين الإسلام ما جاء به عملنا به وما نهى عنه انتهينا عنه ولا ننظر إلى ما في دين اليهود والنصارى ونقول هذا من المحاسن الله أغنانا كل المحاسن كلها في ديننا ولله الحمد